تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميدانية التي تم تنفيذها وفقا لأحدث النظم والأسليب ووسائل التدريب غير النمطية استمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تقديمي تناول الإجراءات التي تم تنفيذها لتطوير منظومة التدريب القتالي ما يسهم في الارتقاء بالمستوى التدريبي للقوات في مختلف التخصصات ورفع كفاءة الحالة الإدارية والمعيشية للفرد المقاتل وأشهد الفريق أسامة عسكر بما شاهده من مستوى تدريب متطور وكفاءة قتالية عالية مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالحالة التدريبية لمقاتلها من خلال الاعتماد على أحدث برامج التدريب القتالي ما يضمن قدرتهم على تنفيذ كافة المهام التي يكلفون بها تحت مختلف الظروف شكرا